كحلوش وصف في اللهجة التونسية يعني صاحب البشرة السوداء كلمة تحولت إلى عنوان أغنية راب شهيرة لصاحبها حمزة بن عشور الفنان الأصمر الذي اختر أن يغني من أجل مناهضة التمييز ضد أصحاب البشرة السمراء حمزة خاذ وفق قوله تجالب حياتية صعبة كشفت في نظره أن المجتمع التونسي يلفظ أصحاب البشرة السوداء لسيما بعد أن رفضت إحدى العائلة تزويجه الفتاة التي أحب بسبب لون بشرته كما كلمته مسيف كما برش حاجات يوجعوا لهم مثلا أنا زادة عندي صارت لك معينة اللي حبي الطفلة بيذا درهم قبلوش الجدل حول التمييز العنصري ضد السوداء في تونس عاد مجددا إلى الواجهة بعد إقدام رجل على الطعن طالبتين كونغوليتين قبل أسبوع الأمر الذي دفع برئيس الحكومة يوسف الشهد إلى الإعلان عن إطلاق استراتيجية وطنية لمنهضة التمييز ستكون من أولويات حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة اليوم لازمنا استراتيجية وطنية حول هذا الموضوع استراتيجية تأكد بعان الأكبار الجوانب المؤسساتية والقانونية والاجتماعية والثقافية بهذا الموضوع المنظمات المدافعة وعن حقوق الأقلية أكدت على ضرورة التصريع بالخطط الحكومية لمناهضة التمييز ضد أصحاب البشرة الصمراء لإيقاف معاناة العشرات الذين يشتكون التمييز داخل المجتمع نحن مطالبين بسن قوانين من أجل تجريم التمييز العنصري وإلا كيف قمنا بعديد المطالبات من أجل التعريف بالمسألة هذه أصحاب البشرة السوداء يمثلون أقلية في المجتمع التونسي إذ لا تتجاوز نسبتهم عشر بالمائة من مجموع السكان ورغم تعبير أغلب فئات المجتمع التونسي عن رفضهم للتمييز ضد السود إلا أن بعض الممارسات التي تحمل طابعا عنصريا بقيت راسخة منذ القدم على المستوى الشعبي فما برشا ناس تعاطفت معهم ولكن زيدا فما زي ما ننكروهش فما عقليات التوى تمشي بالتمييز العنصري أنا في اعتقادي يلزم العمل كثير في مستوى المجتمع التونسي في مستوى المدى يلزم وقد يبدي بعض دارسين لطبيعة المجتمع التونسي استغرابهم من تواصل التمييز ضد أصحاب البشرة السوداء في بلد كان سباقا في إصدار قانون إلغاء الرقي منذ سنة 1846 رفض جميع أشكال التمييز ضد أصحاب البشرة السوداء موقف يتغى على رد الفعل داخل الشارع التونسي ولكنه لا يمنع تواصل بعض الممارسات العنصرية التي تحفظ ولا يقاس عليها من العاصمة التونسية طفيق العيشي الحرة